في هذا السؤال يقول لي إذا أراد مدرب فريق كرة القدم في مثال 2 استعمال المصفوفة للحصول على تحليلات إضافية لإحصائيات اللاعبية الثلاثة وهو المطلوب يقول إجمع عناصر كل من العمودين 2 و 3 وفسر النتائج المقصود من السؤال أننا نجمع عناصر العمودة الثاني اللي هو عمودة تسديدات لما نجمعه حنلاقيه 98 تسديدة اللي هو مجموع تسديدات كل اللاعبين والعمودة الثالث عمودة تمريرات مجموعه حيكون 303 تمريرة اللي هو مجموع تمريرات كل اللاعبين طيب المطلوب اللي بعده يقول لي أراد المدرب تحديد معدل تسديد اللاعبين في المباراة الواحدة فقرر أن يجمع عناصر العمودة 2 ويقسم المجموع على 3 فما هو الناتج؟ يعني هنكسم مجموعة العمودة الثاني اللي هو مجموعة تسديدات 98 على 3 يعني 98 قسمة 3 ستساوي 33 تقريباً السؤال اللي بعده يقول لي هل كانت طريقة المدرب في حساب معدل تسديد اللاعب في المباراة الواحدة صحيحة؟ فسر إجابتك طيب لا الطريقة كانت خاطئة ليش؟ لأن مجموعة التسديدات اللي حسبناه اللي هو 98 هذا ليس على ثلاثة المباراة بل على جميع المباراة كان لازم المدرب يكسم مجموعة التسديدات على مجموعة عدد المباراة ليس على ثلاثة يعني لو جمعنا عدد المباراة هنا هنلاقيه 50 صر عشان نحسب معدل تسديد اللاعبين في المباراة الواحدة نكسم 98 عدد التسديدات على 50 اللي هو عدد المباراة وهذا الناتج هيكون 1.96 طيب المطلوب اللي بعده يقول لي هل جمع عناصر الصفوف يزود المدرب ببيانات ذات معنى؟ فسر إجابتك هنا لا لو جمعنا عناصر الصف هلقي أشياء مختلفة يعني عندي عدد مباراة بعدين عدد تسديدات بعدين تمريرات ما نقدر نجمع عدد مباراة مع عدد تسديدات ما له معنى هنا يقول لي يبين الجدول المجاور عدد المصانع الوطنية العاملة في قطاعي صناعة المنسوجات وصناعة الورق ومنتجاته في أربع مناطق إدارية مختلفة في المملك أول مطلوب يقول لي نظم البيانات في مصفوف يعني يبغاني أنظم الجدول في مصفوف نفس الجدول حنقوله في مصفوفة زي ما هو ما قال لي رتب أو أي شيء يصير حنحط قيم الجدول في المصفوفة ونكتب الصفوف زي ما هي والآمدة أيضا نطلوب لي بعده قال لي أجمع عناصر كل عمود وفسر النتائج طيب نجمع عناصر كل عمود العمود الأول مجموعة هيكون 72 طيب وإيش تفسيره وحيكون مجموع عدد مصانع المنسوجات في المناطق الأربعة كلها رياض ومكة والمدينة والقصيم طيب العمود الثاني نلاقي المجموع 132 هو حيكون عدد مصانع الورق ومنتجاته في المناطق الأربعة كلها طلوب الثالث يقول لي أجمع عناصر كل صف وفسر النتائج طيب نجمع عناصر كل صف الصف الأول حيكون مجموعه 73 يعني في منطقة مكة المكرمة عندنا 73 مصنع منسوجات ورق الصف الثاني 78 يعني في الرياض عندنا 78 مصنع منسوجات ورق والثالث مجموعة يكون 51 يعني الشرقية فيها 51 مصنع منسوجات ورق والرابع عندنا مصنعين يعني الباحة فيها مصنعين بعد كده يقول لي هل إيجاد معدل عناصر كل صف يعطي بيانات ذات معنى؟ طيب نشوف هنا شوف معدل كل صف ما له معنى المجموع له معنى كل صف لما نرجم على الأرقام يعطينا عدد المصانع في المنطقة لكن المعدل ايش هيعطينا؟ يعني لما نكسم عدد المصانع على اتنين ايش هيكون الناتج؟ ما له معنى وبرضو إيجاد معدل كل عمود ما هيعطينا شي مفيد مجموع العمود هيعطينا عدد المصانع في المناطق الأربعة لكن معدل يعني لو قسمنا على أربعة ما له معنى إذا كان عندك أي سؤال أسألنا تحت في التعليقات وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضحة تتكم واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع التمارين وجميع مسائل تحقق من فهمك إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضحة تتكم واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا حنجاومك عليه